اتعبك شيطانك اغناك ارهقك وكلما حاولت في الخلاص منه عاد بك مرات ومرات إلى الذنوب والموبقات والمعاصي والسيئات اين أنت عن هذا السلاح اذكر ربك كثيرا يخنس شيطانك الله عز وجل يقول ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم من نسي الله ونسي ذكره وأهمله عاد ذلك على حياته كآبة وعلى بيته ظلمة وعلى كل شؤونه في الحياة قلقا لكن والله ما أشرق بيت ولا قلب بكثرة ذكر الله إلا رفرفت فيه السعادة وحل فيه الأنس وانتشر فيه النور لما لا هذا ذكر الله الذي قال الله عنه ألا بذكر الله تطمئن القلوب قولوا لمن يتردد ويطرق أبواب العيادات النفسية من هم وقلق واكتئاب وضجر وشيء كثير من أفراد النفوس وأدوائها أين أنتم عن هذا الدواء العجيب كثرة ذكر الله عز وجل ليست المرة ولا المرتان ولا الثلاث ولا الأربع يا أخي سر عجيب هذا شيء عجيب ذكر الله عز وجل وما زالت نصوص الشريعة تغرينا للإقبال على ذكر الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر